نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بيانتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ونوه المركز إلى أنه رغم نفي تلك الشائعة من قبل إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مؤكدا أن الموقع الإلكتروني الذي تداول تلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق وأشر المركز إلى استمرار تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها أكثر من 10 ملايين أسرى مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل